اهلا بكم من جديد في حوارنا مع دكتور محمد البراداي دكتور اعضاء الحملة بتوعك منقسمين ليه عليك او مختلفين ليه عليك او ليه اعترضوا على انك انت مبتعدش معاهم والنتيجة لكده ان هم توقفوا عن العمل لا يعني دي اول انتخابات بنعملها دي اول حملة في تاريخ مصر بمكن بنعملها في شباب كتير متحمس انما دي جزء من عملية التدريب يعني كل واحد عاوز يبقى هو رئيس منصق ان عاوز كل واحد النظام برضو الفرعوني انه هو واحد قاعد مثلا في اسيوت عنده مشكلة اتخانق مع حد لازم يكلمني انا مباشرة احنا بندين الحملة وجزء منها من التدريب انه يبقى فيه تفويد للصلاحيات انه فيه نظام هيكل للادارة انما انا قاعد كنت من اسبوعين مع 1500 متطوع جايب من كل انحاء الجمهورية في سائط الصاوي وبشتغل معاهم وهقعد معاهم اليوم السابت ده انما لازم يعرفوا ان ان الادارة انا عارف كل شيء انما ما استطعش ان انا اكون في كل مكان يا عمر لا ده جزء من الادارة الحديثة وده جزء من التدريب والشباب انا بحيهم كلهم وبحمسهم انما لابد نشتغل كلنا في هذا العمل الطوعي ونفهم ان الاهم من كل ده انكار الزات والنظرة لمستقبل بلدنا جايلك على الفيسبوك من عبيد جبيلي بيقولك يا دكتور بردعي اتق الله في دين الله واعلم واعلم انها حرب عقيدة وانك مجند دون انتشهر ولا تسقط من ينادون برفع الريات الدينية لانهم طبقة من طبقات الشعب وان كنت بتسقطهم دلوقتي ومش عارف تحتويهم فاكيد لو توليت الرئاسة هتعمل فيهم زي اللي قبلك انا عمري ما هاسقط اي حد يرفع راية الدين انما هقول له من حقك تعبد ربنا بالاسلوب التي تراه واترك كل شخص اخر لها حرية العقيدة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لا يسأل اطلاقا انا لا اقصي احدا ايا كان عقدته طالما انه لا يقصي هل انت في اختلاق مع جماعة الاخوان او مع الطيار السلفين على الاطلاق انا اول واحد من سنتين كما تعرف قبل ما اجي مصر بقى دافعا حقه الاخوان كفصيل سياسي بقى ان يمرسوا العمل السياسي اه وانا كذلك قد يكون لي خلافات مع السلفين وانما هذا لا يمنع اننا نتحاور ولابد ان نتحاور لان في النهاية كلنا هنعيش سوا في نفس المكان وعشان كده ارجع تاني للوثيقة وارجع كادي للدستور لابد التوافق على الوثيقة اللي هي المبادئ الاساسية التوافق على الدستور وحكومة توفقية اقتلاف وطني انا اأمل انا اشوف في الفترة القادمة حكومة فيها وزير سلفي كلنا مصريين انت ممكن تجيب نائب رئيس جمهورية سلفي بالطبع اذا كان يعني ارى انه يشاركني الفكرة ويشاركني الرؤية ويشاركني اسلوب العمل السلفي هو مصري قبل ان يكون سلفي اخواني اخواني قبل ان يكون طبع قبتي قبتي بالطبع سيدة كل شيء انا انظر لكل مصري كمصري والخلاف هو هل يشارك الرؤية هل له الكفاءة هل عنده الخبرة في الاضارة انما اذا استطعت بدأنا زي ما قلت يا عمر احنا بدأنا نقسم نفسنا انا مسلم وبشريطة وانا مسلم درجة تانية انا مسلم وانا مسيحي انا شيعي وانا سني انا من النوبة وانا مصري انا من السينة وانا من الدلتة طيب وبعدين هنعيش ازاي الدنيا كلها يعني تعدديتنا هي مصدر قوتنا انا مدينة ويمكن اقولك النهاردة انا كنت في دبي قريبا دبي فيها مليون واثنين صفر اثنين كل سكان فيها مية وتمانين جنسية صحيح مية وتمانين جنسية الشخص اللي كان بيحكي وعايشين في سلام ولا حد بيتكلم انا كذا وانا لا كذا ولا من اصلي كذا مية وتمانين جنسية احنا كلنا يعني ولاد حوا وآدم ده في النهاية ولاد حوا وآدم كلنا أسرة واحدة انسانية ولازم نفهم ده اللي يربطنا في الآخر ان احنا بنى قدمين هل سؤال من احمد ردوان هل يا دكتور بردعي ممكن تقوم بزيارة الاسرائيل لو نجحت في الانتخابات يعني اسرائيل لنا علاقة بيها اذا كان في مصلحة في ان ازور اسرائيل حزور اسرائيل يعني احنا لازم بقى نبتدي نتكلم احنا هدفنا ايه عمر هدفنا نحل القضايا الفلسطينية اذا كان جزء من امكان حل القضايا الفلسطينية الفلسطينية انزور اسرائيل هنظروا اسرائيل يعني ماشي حتتحل ومش حزورها انا الوحدي ياريت ان احنا كعرب يبقى في حوار ياريت كما كنا مع دول يبقى في حوار انما لابد نشوف لنا احنا عاوزين نوصل فين وكل اسلوب ممكن يوصلني السواسيلة توصلني هناك هعمل انما هقعد انا قاعد اقول انا قاعد في مصر والله مش عامري محزور تبقوا بعدين كل يوم بيستولوا على الاراضي فلسطينية هل ده في مصلحة مين اين سيسكن الدكتور البردعي اذا ما فاز بالرئاسة في بيته الخاص ام في قصر الرئاسة حسكن في مكان اللي هو اسكن فيه واشتغل فيه لانه غير مستعد قاعد ثلاث ساعات في اليوم يعام ماشي في السكة في الطرق اللي عندنا في الوقت الحالي في المرور وفي نفس الوقت مانيش عاوز اوقف السكة عشان نروح من بيتي لأي حتة بيفضلك الطريق لا لا يطلق فيشوفوا لي حتة اباد فيها واشتغل فيها الناشط السياسي بيسألك بيقولك دكتور بردعي كان بامكانك ان تكون قائدا لتلك الثورة فلماذا بتعدت عن الشارع قبل الثورة ولماذا لم تتصرف بشيء من السياسة في تلك الاونة ولماذا لا يمتلك الدكتور بردعي كاريزمة عند المواطن البسيط انا لم ابتعد عن الشارع برضو ده دايما يقولك في توزيع ادوار انا اثناء الثورة دي كان شغلتي خلق تعاطف بين العالم الخارجي وبين الثورة شرح الثورة للاعلام انا كنت بقعد اعمل خمستاشر يمكن انترفيوي او مقابلة صحفية في اليوب اثناء الثورة كان الشباب بيجي لي كل يوب طلعوا تسعة من من عندي كما تعلم ابض عليهم الفريق احمد شفيق اقل لانه من شخص كانوا في بيت شخص تتعقبه اجهزة الامر ده اثناء الثورة ده اللي بيطالب النهاردة انه يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية انت ضد ترشيح الفريق احمد شفيق نفسه يعني اذا رشح احمد شفيق نفسه لازم احد المطالب اللي يقدمها للترشيح هو شهادة وفاة الثورة هذا الرجل كان رئيس وزراء حسني مبارك قبض على الشباب بناشط اللي كان عندي اثناء الثورة واعتبر اننا شخص يشكل مصدر قلق هذا ما ذكره في التليفزيون وانني تتعقبني انا محمد البرادة اجازة للامن اذا انتهت الثورة بان يكون احمد شفيق مرشح الثورة يبقى نقفل الباب وان شوف لنا حتة تانية نعيش فيه لكن تفسر بها الاختلاف او الانقسام عليك يعني عضاء الجمعية الوطنية للتغيير دكتور حسن نفع والاستاذ حمدي انديل مثلا يعني كانوا معاك في جمعية وطنية واحدة وافكار واحدة وانا مستبشرين جدا بهذه الجمعية الوطنية ثم حدث انقسام سوس حمدي انديل قال ان لان ارشح البرادة وكان له انتقادات واضحة معايا انا شخصيا في حوارات سابقة ومع زملاء اخرين ليا تفتكر الناس دي عندما تنتقد اداء دكتور البرادة هل هي محقة في هذا الانتقاد قد يكونوا محققين انا من رأي انهم مش محققين طبعا انما يعني هناك خلاف في الرأي انا لا يمكن ان انا ارضي كل شخص انا ليه رؤيتي يا عمر وبشتغل بالرؤية يمكن مختلفة بعض الشي نتيجة خبرتي وعملي في الخارج وفهمي للإدارة وفهمي للسياسة انما ما زال اللي بيختلف معايا انا بقدر اختلافه جزء كبير ان ما زالت جمعية الوطنية الدكتور عبي جيل مصطفى كان معايا امباريح الدكتور على الاسواني على اتصال بيا دائم الدكتور ابو الغار يعني هناك يعني هذا جزء من العمل السياسي لا يمكن ان ارضي كل شخص ولا في الجمعية الوطنية التغيير ولا في مصر بس استوى حمدي كان له انتقاد واضح ان حضرتك موقفتش جنب المؤيدين لك عندما تم القبض عليهم مثلا اه لا هذا غير يعني غير صحيح انا كانت لرؤية مخلفة انما عائل من هذا الموضوع باسلوب دبلوماسي هادئ انا استطيع ان اسكر لك لغاية اسبوعين خدت ملفات كافة الناس اللي كانوا في الكويت وابعتها لنبيل العربي الصديقي وابعتها لسفير الكويت وما زلنا بنحاول ان احنا نرجع لهم مصالحهم انما انا كان رأيي ان الحل لهذه المشكلة مش عن طريق الصدام مع حكومة الكويت وانما عن طريق الاسلوب الدبلوماسي الهادئ وما هو كان رأيه مختلف وانا وقدر رأيه محمود رافط على موقع اليوم الساعة بيقول لماذا انت ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة دائما وهل انت مدفوع من جهات معينة للعبث بالامن القوم المصري لازم انا مدفوع يمكن من الشعب المصري اذا كان انا ليست ضد المجلس العسكري واتقابل مع المجلس العسكري وكثيرا اضل النصح للمجلس العسكري علنية وعن طريق مباشر وغير مباشر انما انا عميل لبلدي اذا كنت عميل فانا عميل لبلدي عميل لشعبي عميل لفكري عميل لرأي عميل لضميري هل إذا فاز السيد عمر موسى بالرئاسة هل توافق أن تكون رئيسا للوزراء لو كان نظام رئاسي مثلا يعني كذلك إحنا أما بنتكلم برضو كان بيقوله إن ده دعاية انتخابية إحنا ولا عارفين انتخابات الرئاسة دي إمتى ولا فين يعني قصد إحنا بنتكلم لسه في المجهول وبالتالي أما يبقى فيه انتخابات رئاسية وأما يحصل انتخابات وإذا لن أفوز هأقرر إيه اللي أعمله إنما أنا عارف حاجة واحدة إن أنا حعمل اللي أنا برى إنه هو أنسب شيء ممكن أقدمه لخدمة البلدية ماذا ستفعل بسيناء وتشكى والصحراء الغربية والبحيرات وهل سنستورد أسماك بعد ذلك أم ستفكر بإنشاء كليات للصيد وهل ستفكر بإنشاء عاصمة جديدة لمصر بدلا من القاهرة هل تزدحمل بسكان؟ كل ده برضو كلها أفكار أفكار لابد أعرضها الخبراء وتكون دراسات حقيقية مبنية على العلم وأتخذ القرار فيها جماعة كل الأسئلة دي بتدل يا عمر مازللي على أننا نتكلم عن نظام فرعوني أن رئيس الجمهورية أيا كان سيأخذ هذا القرار كفانة بقى نظام فرعوني وكفانة يعني قرارات خطئة لابد من العمل الجماعي ما ينقصنا في مصر النهاردة العمل الجماعي والتفكير العقلاني وكل هذا يعرض على الخبراء وتدرح المسائل السالب والموجب ويتخذ القرار السليم ما الذي فعله البردعي خلال الشهور الماضية غير ما يكتبه على تويتر أنت بعيد عن الناس دكتور بردعي أنا غير بعيد عن الناس الإطلاق يعني أنا أقدر أقول لك أنا بأعمل إيه أنا بقابل كافة الناس في الأحزاب المختلف أنا بقابل رؤساء الدول اللي بيجوا مصر وكل الناس اللي بيجوا من مصر ودي من الحق أن نعرف الناس تعرف إيه اللي بيحصل في مصر بقابل كمية الناس اللي بتيجوا من مصر من الجامعات ومركز الأبحاث وغيرهم أنا قابلت العمال قابلت الفلاحين نزلت مع الجماعة بتوع نازلت سمانة أشوف السياح رايح المنصورة الأسبوع الجاي هذا أخير ما بعملش إعلانات أقول كل يوم أنا نازل فيه أنا غير بعيد عن الناس إنما أنا بركز جزء كبير من عملي النهاردة على تعافي الاقتصاد لأن أنا النهاردة أفكرش إن أنا لا يهم إطلاقا مين سيكون رئيس يهم إن المصر يتوقف على رجليه فأنا مش بعيد عن الناس إنما أنا بشتغل في عشر محاور زي برضه كنت بتقولي الشباب بتاع الحملة أنا قلتهم يا أولاد أنا لو أنا أعود أتكلم معاكم مش هو ده عملنا عملنا نحن نتكلم الناس دكتور في نهاية حواري معاك عايزك توجه ثلاث رسائل رسالة للمجلس العسكري رسالة للحكومة ورسالة للشعب فضل رسالة للمجلس العسكري أنتم جزء من الشعب المصري أنتم جزء من الجهاز التنفيذي أنتم حمايتم الصورة ولابد أن تكملوا معنا مسيرة الصورة الإدارة فترة انتقالية إدارة سيئة أنتم ذكرتم أنكم لا تعرفون وليس لديكم خبرة في إدارة العمل السياسي ولابد من تفويد حكومة إنقاذ وطني لإدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة أنتم تستمروا ضامنين للسلطة وإنما تفوضوا السلطة لحكومة قادرة ولها الخبرة ونحتاج إليكم أكثر من أي وقت آخر في حماية استقلال البلاد الوزارة إذا لم تكن لديكم الصلاحيات فمن الأفضل أن تعلنوا هذا وأن لا تكونوا واجهة لما يطلق عليها حكومة وفي الواقع لا يسلط لها صلة بالشعب لا بد من أنت حكومة بمعنى أنها يكون لها الشفافية المصدقية وقدرة على اتخاذ القرار كل المظاهرات اللي احنا بنشوفها كل يوم دي نتيجة أنه مفيش تواصل بين الحكومة بالشعب أنا لا أتكلم عن الوزارة كأشخاص وأقول أكدن لهم كل احترام إنما إذا لم تكن لك لديك الصلاحية فمن الأفضل أن تغادر منصبك على الأقل هذا ما أنا أراه بالنسبة للعمل العام للشعب المصري أقول أنا فخور بكم أنكم قمتوا بهذه الصورة العظيمة أنكم قمتوا بالصورة بهذه السلمية الجميلة وإنما علينا مسؤولية الآن بعد أن خلقنا هذا الأمل في نفس كل مصري أن نكمل الصورة الصورة لا بتحقق أهدافها بعض الصورة هي الحرية الصورة هي العدل الانتماعي الصورة هي الناس اللي شفناها في العشوائيات الصورة هي عدم وجود محاكمات عسكرية للمدنيين وغيرها من المسائل التي تتكلمنا فيه الصورة ستنجح إنما هدفنا الآن يا عمر إنما نقصر هذه المرحلة الانتقالية وحتى لا نراها أنها مرحلة انتقامية وإنما مرحلة يعني نخرج من الظلمات إلى النور وهو أأمل بإذن الله أن احنا حنحقق وأنا ليس لدى شك أننا الصورة ستنجح وإنما نود أن تنجح في أقصر فترة ممكنة لأننا عنينا كثير الشعب عنه كثير ونأمل أن نحقق له الكثير في أقرب فرصة ممكنة دكتور برادة أنا بشكرك جداً على هذا الحوار وأنا شاكر جداً هذا اللقاء وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله أنا شاكر لك يا عمرو ويعني زي ما يمكن فتحت خير أن أكون معاك في أول لقاء لك وزي ما قلتلك لاجب أن تستمر كواحد من الناس لأن الدور اللي أنت بتقوم به دور وطني عظيم أشكرك جداً أشكرك جزيلاً كان هذا أولى حلقتنا في برنامى التسعين دي وأيضاً أولى حوارتنا مع المرشحين المحتملين رئاسة الجمهورية بدأنا اليوم بالدكتور محمد البرادة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وبعد القادم والأيام القادمة إن شاء الله هنتواصل مع تسجيل حوارتنا مع المرشحين المحتملين رئاسة الجمهورية إن شاء الله في إطار سؤال واحد أنا بحطه في بداية الحلقة كيف نمني مصر الحديثة مصر الجميلة التي نتمنى أيضاً بعتذر عن عدم تقديم برنامج صبايا للمزيعة اللامعة إيمان أبو طالب من البرامج الجميلة برنامج صبايا الحقيقة أنا بعتذر لجمهورها عن عدم تقديمه النهاردة لكن البرنامج إن شاء الله يقود في موعده الطبيعي 11.5 مساء الأحد الأربعاء مع صبايا انتظروه مع إيمان أبو طالب أنا بشكركم جداً جداً صهرناكم وقلقنا نومكم لكن هي إطلالة حاولنا فيها نحن نقدم لكم أفكارنا أنا وفريق الإعداد بشكركم جداً جداً نلتقي إن شاء الله يوم السابق تسباح على خير